بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل موضوع Pauency and Stability of Submerged and Floating Buddies وبنستكمل موضوع الاستقرار 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 واحنا كنا في نهاية المحاضرة الفاتح ادينا مقدمة عن الاستقرار فاحنا بنقول امتى الجسم يكون استابل يبقى الجسم يكون استابل اذا تعرض الجسم الى movement angular movement ورجع الى وضعه الاصلي بقول عليه جسم يبقى the body returns to its original position if given small angular displacement الجسم فوضع neutral او وضع متعادل اذا الجسم اتحرك movement واستقر في new position بقول ان الجسم فوضع متعادل يبقى the body remains in new position if given small angular displacement unstable الجسم غير مستقل the body heals further over if given small angular لو اخذ دافع بسيطة ما بيستقرش لا في مكانه الاصلي ولا في مكان جديد الاستابل نور داخل سائل وليكن مية water او any liquid volume بتاع الجسم V gamma specific weight of the fluid m is the mass of the body قتلة الجسم g center of gravity وده مهم عندنا و p center p ويالنقطة اللي يتأثر فيها abscess force فبنلاقي انه اذا كان البوينسي center اعلى والبوينسي center منطبقين على بعضيهم يبقى body will be neutral equilibrium يعني لو ان الجسم عندنا توضع بحيث انه مكونات هذا الجسم جعلت مركز الطفو مركز السقل هي نقطة واحدة بقى الجسم موضع متعادل لو ان مركز الطفو اصبح مركز السقل هي التحرك اجزاء من الجسم اللي يتحرك مكان مركز السقل في هذه اللحظة ممكن ييجي عندي البوينسي center يبقى اسفل الجرافتي center يبقى الجسم في حالة التزان وهينقلب يعني على سبيل المثال احنا قلنا الاجسام السابمرجد زي الغواصات فالغواص بتمشي مستقرة طالما انه البوينسي center اعلى من الجرافتي center لو انه حصل نتيجة التغير اي شيء داخل هذا الجسم الغاطس بنلاقي انه في لحظة لما البوينسي بتيجي اسفل مركز السقل بينقلب القسم يكون وضع عدم استقرار يبقى لو ان البوينسي center above G the body is stable يبقى it is better for submerged body the البوينسي center must be above the center of graft ان شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة